احبائي اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب حياة مسيحية سؤالنا النهاردة سؤال جميل خالص حد بيقول كيف يكتشف الانسان نقاط قوته ونقاط ضعفه بس انا عايز اغير في السؤال نفسه ونخليه ايه نقاط قوته ونقاط عدم قوته يبقى انا جوايه نقاط قوية ونقاط اقل قوة طيب ازاي اكتشفها الانسان عندنا طريقتين طريقة الاولانية انك تقعد مع نفسك في قاعدة كده فيها مصالحة ومصارحة في نفس الوقت وتقعد ويجيب وراء وقلم وتكتب ايه نقاط القوة اللي انت شايفها في نفسك وفي شخصيتك ويه نقاط التانية اللي عايزة تصليح اللي انت شايف نفسك الحاجات دي مش قوية قوي عندك وعايزة تصليح بتكتبها مع نفسك هقولك تمرين اعمق واقوى بكتير جدا وهتفاجأ في ردود الافحال بتاعته هذا التانية لازم تعمله اما مع شريكة حياتك او مع صديقك القريب منك اللي مثلا بقالك سنين بتعرفه او مع مثلا الحد بيشتغل معك برضو بقاله سنين يعني حد قريب منك شافك كتير حد بقالك مدة بتكلم معه وبيتعامل معك نفترض انك هتقعد مع امراضك فدلوقتي فيه اربع اسئلة مهمين جدا انت هتعملهم عشان تكتشف ان قاتل موجودة عندك محتاجة تصليح واوعدك انك هتفاجأ بحاجات انت بتعرفهاش عن نفسك ومعني ممكن تعمل التباريب برضو هي تسألك نفس الاسئلة والجاوب بنفس الطريقة فالسؤال الاول هتقول للشخص التاني هتقول لها مثلا ايه ايه الحاجات الايجابية اللي انا بعملها وعايزاني اعمل منها كتير تمام الحاجات مش حاجة واحدة سؤال التاني ايه الحاجة الغير ايجابية اللي انا بعملها وعايزاني اقلل منها شوية سؤال التالت ايه الحاجة الغير ايجابية اللي انا بعملها وعايزاني امتنع عنها نهائيا سؤال الرابع ايه الحاجة الايجابية اللي ما بعملهاش ونفسك تشوف فيها فيه في الأربعة سئلة دول هتعرف نفسك أكتر من ناس من مراتك اللي بتحبك أو من صديقك القريب منك اللي بيحترمك وبيحبك أو من الرجل اللي بيشتغل معك بقاله سنين هتفاجئ بحاجات أنت مكنتش عارف أنها موجودة فيك إيه الحاجات الحلوة اللي فيك؟ لازم نبدأ حاجة إيجابية الحاجات اللي مش حلوة عايز تقلب منها الحاجة اللي عايزك تمتنع عنها نهائيا هبوص تلاقي في عيب معين أنت مش عارف أنه عيب كبير جدا لكن الشخص الثاني قريب منك ويقول لك لا دي أكتر حاجة لازم تاخد بالك منها والحاجة الرابعة طب إيه الحاجة الإيجابية اللي نفسك تشوفها فيها ومش موجودة فيها حلو جدا جدا أربعة سئلة تقدر تكتشف فيهم نقاط القوة والنقاط الأقل قوة عندك ولما تكتشف نقاط الأقل قوة خلي بقى أكمل التمارين ويقول إيه إيه الحاجات اللي أنا هعملها من النهاردة عشان أعالج النقاط اللي قال لي عليها قالت لي عليها مراتي أو اللي قال لي عليها صديقي أو اللي قال لي عليها الزميل في الشغل الحاجات اللي أنا من هنا ورايح هستردمها علشان أخلص نفسي من هذه الأشياء الغير إيجابية ويبقى عندي بس نقاط قوة إيجابية وجزء ده مهم جدا أنه التمارين حلو خالص لأن السؤال حلو خالص ونشكر صاحب السؤال أو صاحبة السؤال وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر